اشتركوا في القناة في القناة ازاد محكم مرحوم وتابعا من قناة في القناة فهل من الكتاب على سيدة حياء من قناة راة وكانت متواجدة بنتواجد من المحكم كيف يشترك من الصحر ما كدبت لكم ولكن اخوتي كانت يتعود لهم كدس لهم كانت يتعود في سبعة و سنة كانت يجمعون بيناتهم هم يريدون يأخذون حيش وكانت يأخذون حيش وهو المسيح الفناة ويأحذرون حيش حيش السبعة من السبب وانا في العام ١٦ ويأخذون الليلة كانت نبقى عن الاخوة والله لا أريد أن أقول لكم الأحداث كيف كنت أعيشها كانت قنازة في 1997 كانت قنازة بالنسبة لي لا أعرف كيف يوقع للداخل لا أعرف أيضاً تخرج عدد وكيف يوقع للداخل وكيف يدل في الطريقة لهذه وكيف يضرب أحد هذا الرضي للحبس لذلك كانت تجينا غريبة وقال لذلك ساعة ومن بعد نتال 2000 سوف أكتشف تلك العالم لك أنت أعودين ما سوف أقول لكم سوف أتمنى هل أعتقد أنه لا أحد تسيد كان أزيدة يا رجل كبير كان مقابل لكوزيرة كان مجدداً ويبقى فيها مرة كان أجلب له حويج كان يجب له قصن الله تنقلس كيف يفيدك يعني يضار بشي 25 أو 26 عمدي الحبس ما عاقلش بالضبط مهم يضار بحبس طويب سنترال قتل واحد سبس سنين أو سمس سنين قال لي ما عندي فين نمشي ما عندي عائلة ولكن قسمها مرة 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 قدت نسوله يعني تحاولش تسوله عن الجريمة اللي دير رما يقول لك شا يكدب لك يعني هذا كلم حل عرف عندنا عنا في الحبس وعلى قسمها دي ما كنديوقت كارين شيكا مدوا نترون تعاوض تعقلو دخناك بالله من يقول لي ش حال توصليا وقد كنت أطلقوا حكم بإعدام وقد قسموا دقيقوا يقول لي أقسم بالله مع عقل ش حال توصلي نقول لي لعش من العامة شدتي ديقول لي في تسعينات يعني ما تقول لي أن تسعينات دين ودسعين بثلاثة ودسعين تقول لي يا تسعينات وبقيت كاللحل يغيباش يقول لي شنو السبب يعني الجريمة اللي خلته ياخد هدام قاتل المرت ودافلها ومخلها معها في الدار وعايش مع عائته لأساس أنها مفقودة يعني مدة طويلة تبدأ كي هلو سباب اللي عنده يسمع ولاده صبح الله العظيم والغريبة الإخوان يعني باش يكونوا معك ولدك في الدار وتقتل مرتك وميحسوش وكيسولوا علمهم ما كيناش شويتيو اللي هو يحفر ويخرج وكيصلح بيت ناس وما كيخلي التشي واحد يدخل يعني مدة يلا منعشر عام ولا تلتاشر عام والسيدة متفون لدك البيت وكيدخلوا ولده عنده الصبح يفيقوه وتشي واحد ما حسب شي حاجة شوف سبحان الله يعني شوف شائد الأقدار شوف دهاز الدكسيرين كله ولده عيشين معه في الدار ولكن يبدو كيكبروه هو بده كيكبر تبده هو كي يحلم وتبدأ يتخيل ذلك الأحداث اللي وقعت بينه وبين مرته اللي كان كيبغيها شا نقول لكم والإخوان يعني باش الإنس يعني بقى ناس ويبدأ يهدر يعني 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 نروح عزيزة عند الله يعني صافي تيبدي يهدر بيها بالليل تكتب در بنتو الصغيرة تلاح ذات الشي صافي مراهما يبدو عليه الأسئلة وذلك الشي صافي بدي يبكيه كيف بقى عودية الشي نرى شو كان كي أقسم بلاي كان نجبدو بالنشوية يعني كل مرة كان خارج الزيارة أو تنكون معاني ما يدرك نجدر ققى هجل تقول بك شكي اجلت كيف اش قتلت يا كي كتبت بها كيف اش تايرا بالزينة يا يجبدو لي عمسكين تصورين يمشي للبيت وي بدأت بها تعود تقول ولدات لو كنت شوفهم قليلا وهلو قلوش باقي عقل اليوم لاش شون قليلا ما عقلش اليوم اليومنا رقع المشكين ما شفتهم لديت المحكا مرطوس باش نشوفهم ما بغاوش وكان كيبغيها بززال يعني سيل كتبليها الطار وشتعلها أرض وخلا ما دارلي هاو ولد ما عادلت لوليدات وكانت يصافر كانت يجيب سلعة من الشمال وكانت دير عليها الراجل وكانت تفسد علي ووالده الشي والده وقال من أولاده ومشي والده يعني تخلط علي ذلك شي يعني يفجز بذكي كتشوف بذكي يصول وذكي يبحث قليش هنقول كوديد قالي ما فرصي باش تبريد قالي وقلي رقل بكي معهم وخرش معهم يعني وكانقلبوا عليها وكل شي تدست السنين الكبر أولاد والإخوان يعني تهوى برأسه من السابع لأنه ودافنا تحت فراش ولي كي يناس فيه تهوى ست السنين بدأوا كي يكبروا ولاده وهذا شي بدأ كي يقولوا والرأسه يعني يعني نأسه كي يشبت وفعلت لي يعني كل مالك يكون هذرا واشوف صبح الله يعني اروح عزيزة عمد الله يعني وحدة في بنته هلا مركزة في البس ألان عنده ولد وعنده جوج بناته ولد بنته الصغيرة هلا مركزة في النقطة كل يلا في مبابا كي يبدأي يدخولي وخرش في الهدراء والنعز كتبقى تصند لي وبقى تكتجمع هذا صافي مشت كتقولها قالوا الخوة عادة وكي يصولوا وكي يتلف عدقوا وكي يبحثوا مرات وكي أقول لكم ببعش ادي طييمة الصراحة كل مرة كل مرة كان لحالي شوية نقول لي ما قلتم له فيه كيناء ولفتك تناعس وقام كان لحكم معالم انتصل عدلا هي الجرمة الوجوية ستسمح لي انت ماذا حماق انت ماذا تخلق وكنت خدر عشياتك مثل أحفروا البيت وكما تقول لهم جودتها المرتب هذا تعرف أبو يستمحوا في أولاده وقعيش في الحبس بدون سنترال تحكم باعدام دون سنترال بدون سنترال تبقى تمشي عشرين عام عاد بحي دون سنترال نزلوا للمعبان الموعدة ثلاثين عام وقالة عاد مراجبو الحبس العواد كانت شاد الكوزينة تمام كانوا أمما تقريبا تشيتوني وقعوا معنا في ذلك حبس العواد في الألفين يعني أنا أول مرة ما دخلت وقالت عندي 19 عام أو 18 عام تقريبا يعني وقالت تسافت أكثر وتعرف الحب شنو فيه يعني الخبايا دي يعني يعني أنت عارف رسك دخل على مشاكل كثيرة أول شدة عندك تستمتع بختيلاس أمول تولك مرات شديتي على الحشيش يعني قدرت تجمع واحد القدر دي المال ونجيب الحشيش وبدأت تبيع أسان صفي لي موجود درس وأنه يدخلو يخرج للحبس وأنا كنت فضولي يعني فاشدخلت الحبس دخلوني عند البيب يعني الأحداث ولكن كان خرج كمش ينقلب على الناس كبار اللي مدوزين عقوبة طوال اللي ينقلس معهم ونصولهم وننخذ منهم تجارب يلهم اللي عاشوا سواء كانوا في القتل سواء في الجرائم سواء في التجارب المخدر انت عندك واحد اللاج اللي عندك قابلية تكتشف وتفهم الحياة مش كيف قالك الاختيار بها الحمد لله الاختيار كانوا فيه المشاكل وخاكك اليقين بالله عز وجل باش الإنسان يرجع الحياته الطبيعية وعشت مع ذلك الناس وعرفت الكثير من الجرائم هذا السيد بل يحبت لكم مليار اربعة وعشرين عام وخمس وعشرين عام ومسكينته وانا خرج قصم واخده في الباب الحبس ويخرجوا الماكلة من الحبس ويجعوا الناس للزيارة ويجعوا الناس للزيارة ويجعوا عنده التليفونات ويجعوا عنده صور للطموبيل ويدخلوا للزيارة ولكن ويجعوا الناس ويجعوا عنك ويجعوا عنه حيث الأمر ويجعوا من القارنة وكيف تسمحوا أن الناس خلال لأنا هذا هو العبارة ويجعوا انا قلت فأنا لا تعلم انت تسمحوا إليه غلط فأنار تساعدت أخطاء Hاولت معي العشيش حاولت معي الغبراء لا يحدث فيها جرائعين بينهم والخير والإحسان كنت قبيحة وكانت دابس وكانت تواجه ما الذي يريد أن يحق لا يوجد الناس لا يوجد الناس الناس كنت أشعر أحد منهم يعني نقصي نحميهم كنت تسمح لي كنت كنت نعيش فيه حيث الظروف المادية ومقاريش يعني هذا هو الحياة التي كنت نعيش فيه لم أطلع نحرر الناس ونقول لهم بأن ذلك العالم كنت نعيش فيه بالأكس نحن قصرنا ذلك العالم الإجرام ودخلنا عليه من خلال التجارب اللي عاشوا شابه بحال إلياس لألال عاشوا هذه النحيرة فيه يعني تلقى ضروفه تلقى صحابه كيز الطموة يجيب عشرة قرام خبره لأنه يلدوها ويخرج فلوس ويقصر باللين ويجي تشده ويجريمه ويجي تشده الظروف للإنسان كيفاش كي تسمع منه مجرم ويقصر بالليلة عادي يعني عادي تكون قائل سمع لك ما بيك يجي واحد صاحبك ودعهم غير سمع لك ويجي تشده ويجي تشده شعر ويجي تشده وتفقد قائل عندك ثلاثة وربع سنة الحبس. لماذا؟ حيث لا يحمل الله اللحظة اللي ما عندك شوفه يا ملك الله ويبعيد للإنسان اللي غي يجردك ويقولك يا جيخو يا الله تقرق بي الحسابي. يا الله تشابه الحسابي. يا الله لقفو الأخونا. يا نحي يدوله. الإنسان هكتين تصيد الإخوان. وتأنا رب حالك تصيد الإخوان. يعني من الميعيق ويرجع للنور. يفوض أمر الله. ورزقك يجي قصيم بله الإخوان. يعني هذ العبرة من هذه القصة. هذ راجلين تفكرتون قبلة كان عودتك قصيم قناعه لكم قيصاص. وحتك تفكر الناس اللي طلقتهم في العلفين هذ جوجدرين اللي عودتكم اليوم في اللول وهذا راجل لك بين. وما زر بزر بناس أنا عودتكم وفادلت الشدة دي اللعب. هذ شدة لهم. يا فينت عرفت على الكولومبيين وقلوه كيفشتدوز الحشيش. يعني بزر بديالناس اللقين واللي يعني كي وعيوك واخذك شي كان كي خالف القانون ولكن منسبة الحمدلله انا وظفته يشي حويج اللي انقرابيهم ونوعابيهم. انا تعلمت ذك شي وليه تعلمته تعلمته باش نستفد منه. وانا الحمدلله يعني كنوجه الناس وكنقول لهم انت واحد ما يصيدكم ويقول لكم ان هدرت بفلوس الحرام. انا ما كينش شي واحد في الدنيا يدير فلوس الحرام. كدب عليكم كدابة الاخوان. جربنا فلوس الحرام. ما عطعتناش الحمدلله. ولكن الحلالة تعالى. يعني هذا هو العبارة الخوط. ننزيش طول لكم في قصة قصة تانية ان شاء الله. يا الله تربيكم بزاف معتوكم الياس السكراري. السلام عليكم.